في خضم التطورات العالمية المتسارعة تبرز صفقة طهران وموسكو كمحور للقلق الدولي حيث تسعى إيران إلى تسليم صواريخ باليستية لروسيا مقابل تسريع خطواتها نحو امتلاك القنبلة النووية هذا التحالف بين إيران وروسيا والذي لم يكن تاريخيا قويا تعزز بشكل لافت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى جانب الدعم الذي تتلقاه موسكو من كوريا الشمالية تتعمق أيضا علاقاتها مع طهران في مجالات عسكرية حساسة تؤكد التقارير الغربية أن تسليم إيران لهذه الصواريخ قد يحدث تحولا كبيرا في موازين القوى العالمية حيث يزداد القلق من أن تكشف موسكو لإيران أسرارا نووية تعزز من طموحاتها في امتلاك أسلحة نووية ويعبر تقرير الجارديان وبلومبيرغ عن هذا القلق المتزايد في الولايات المتحدة وبريطانيا من تعاون روسي إيراني قد يقرب إيران خطوة نحو القنبلة النووية وفي الوقت الذي تدين فيه مجموعة السبع هذا التعاون يزداد الضغط على طهران لمواجهة العوق بالدولية ومع تحذيرات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من هذا التعاون النووي المحتمل سيم التعاون بتقنيات النووية قد تقرب إيران من تحقيق أهدافها العسكرية بحسب الخبراء فإن تحالف الروسي الإيراني يشكل تهديدا واضحا ليس فقط لأوكرانيا بل للأمن العالمي بأسره حيث تتزايد المخاوف من أن يقرب هذا التعاون طهران من امتلاك القدرة النووية مما قد يغير قواعد اللعبة في المنطقة والعالم موسيقى